خليني يعني نحط حضراتكم في الأجواء أنا عارف إن احنا بقينا نص الليل لكن مهم نقول لزملائنا الصحفيين اللي بتفرجوا علينا الأجواء بكرة عاملة إزاي أو الأجواء النهاردة الجمعة عاملة إزاي زمنا أحمد يعقوب موجود في نقابة الصحفيين شوفوا يعني من كتر الرجل عايز ينام يعني مجهد من الصبح زملائي بيقولولي إن احنا متابعين معاه من العصر تقريبا هو هناك وأدك التفاصيل أحمد يعقوب ملم بيها لأنه بكرة بإذن الله هيكون موجود أو النهاردة هيكون موجود معنا طول اليوم وهيجب لكم كل جديد في هذا الإطار خليني يقول لحضراتكم بالزبط الساعة 12 و8 دقايق أو 12 و10 دقايق بالزبط زمنا العزيز أحمد يعقوب يقول لحضراتكم إيه الأجواء برحب بيك يا أبو حميد يعني برحب بحضرتك أستاذ جابر زمنا العزيز وبرحب بجميع مشاهدي برنامج منشت البرنامج الذي طالما بقى يعني منبر لكل صحفيين مصر وكل مشاهدين من المصريين الطيبين برحب بحضرتك أستاذ جابر إيه آخر التطورات عندك بقى أقول لي الدنيا ماشية إزاي يعني إحنا في واحدة من أعرق النقابات نقابة الصحفيين وهي النقابة التي طالما أنجبت الكثير من الكتاب وفرسان الكلمة والقلم داخل مصر يعني النقابة اليوم بتشهد عرص ديمقراطي جميل بتتزين النقابة بالصور والبنارات الخاصة بيئة المرشحين زي ما حضرك أشارت أستاذ جابر هو المرشحين بيتنفسوا على مقعد للنقيب وست مقاعد أخرى يعني النقابة بشكل أو بآخر يعني بتفرد نوع من السهولة واليسر للناخبين غدا إن شاء الله يعني هيكون الانتخاب بإذن الله يعني هيكون في تمام الساعة العاشرة هيتم فتح الأبواب للناخبين يقارب أو يستمر الانتخاب إلى الساعة الثانية عشر ظهرا لإكتمال النصاب القانوني وهو الذي يتم بإكتمال الخمسة وعشرين بالمئة إن شاء الله كمان يعني الانتخاب يمر خلال اليوم إلى أن يصل إلى الساعة السادسة مساء وإذ ربما اللجنة المشرفة على الانتخابات وهي لجنة من النقابة الإدارية أو النيابة الإدارية طبعا إذا رأت أو ارتأت اللجنة أنه من الممكن أن يمد وقت الانتخاب فمن الممكن أن يمد إن شاء الله إلى بعد السادسة تمام انت كملاحظاتك يعني يعني خليني أقول بتعمل في المجال دخلت النقابة النهاردة أو شاهد عيان تمام لكن شاهد عيان في المجال يعني إيه اللي استوقفت إيه اللي لفت نظرك حاسيت إن في حاجة جديدة وإنت بتتكلم مع عضاء اللجنة وإنت بتتكلم مع حد من الصحفيين لو حد من الصحفيين إنت راغب إن إنت تتكلم معاه يعني لك الحرية يعني طبعا أنا معايا السيد أيمن عبد المجيد وهو سكرتير عام النقابة هنتشرف بلقائه في الوقت الحالي ولكن خليني أوصل لخضراتك الصورة بشكل كامل يعني أنا من ساعة موصلت الحقيقة أمام النقابة في الجهة المقابلة الشارع بالنقابة لحظت طبعا يعني اللقابة على قدم وساق تعمل لتجهيز العرس غدا بإذن الله وتوفير جميع الوسائل للناخبين سواء الكبار سواء زوي الأعاق أو الهمم يعني توفير كافة الخدمات للناخبين اللي يتم اليوم بمرور وخلينا ننتقل حاليا للسيد الأستاذ يعني سكرتير عام النقابة يا أستاذ أيمن برحب أستاذ أيمن أهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بك أستاذ أحمد وأهلا بك أستاذ جابر الأرموت الزميل العزيز والسادة المشاهدين يعني أستاذ أيمن أستاذ جابر بيبلغ خضراك تحياته طبعا هو بيملأ التساؤلات يعني الصحفيين كلهم عندهم يعني بعض من التساؤلات اليوم بكرة يا مرزاي غدا إن شاء الله الدعوة الثانية للإعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين نقاء الجمعية العمومية عدد الزملاء الذين يحق لهم المشاركة والتصويت وهم أعضاء جدول المشتغلين مسددي اشتراكات النقابة لعام عشرين اتنين وعشرين عددهم تسعة تلاف تلتمية تمانية وتلاتين وفي خمسمية وأربعتاشر زميل لم يسددوا الاشتراك فإحنا بندعوهم بندعو كل الأعضاء الجمعية العمومية للحضور بكسافة للتعبير عن إرادتها ومن لم يسدد الاشتراك ويستخرق كرني تلاتة وعشرين هناك إجراء ميسر له بوجود طاقم إداري بمركز المعلومات يحق له الحضور وتجديد الاشتراك والمشاركة حتى خلال يوم الإعناقاد طيلة اليوم غدا النصاب القانوني الجمعية العمومية بينعقد بتوقيع 25% في كشوف الإقتراع والخمسة وعشرين في المية دول بيقدروا بألفين تلتمية خمسة وتلاتين ألفين خمسمية ألفين تلتمية خمسة وتلاتين عزو عضو عندما يحضروا ويسجلوا يعني النهاردة أنا بأكد أن التسجيل هيبدأ الساعة عشر صباحاً الكشوف معدة هيبدأ التسجيل ومتابعة إحصائية بشكل دائم عندنا 22 لجنة في كشوف المسجلين 22 لجنة في القاهرة ولجنة في الإسكندرية وبتب يتم التواصل اللحظي ما بين القاهرة والإسكندرية للتعرف على أعداد المشاركين أعداد الزملاء في الإسكندرية من توتل العدد اللحن قلناه 184 لهم حق التسويت منهم 180 استخراجوا بالفعل كرنات عشرين ثلاثة وعشرين وأربعة غير مسددين يحق لهم هم الآخرين الحضور في أي توقيت لممارسة حقهم والسخراج الكيرنيو وإحنا ميسرين ذلك بيبدأ التسجيل كل زميل بيحضر من عشر صباحاً بيسجل اسمه ويوقع أمام اسمه بيلاقي الموظف المسؤول اللي هو بيمكنه من التوقيع بعد مطالعة الكريم بيديله كارت فيه رقم المسلسل في كشف الناخبين رقم اللجنة الطابق المتواجد فيه اللجنة فعندنا اللجان موزعة في الضرب في الطابق الأرضي ثم الطابق الأول والثاني الثالث ده قائم اجتماعات المجلس وإلا يكون فيه استعداد القضاء متواجدين لحين إعلان اجتمال النصاب بيروحوا على اللجان بتاعتهم الدور الرابع والدور الخامس كان غير مستغل زي وعلا لكم شوفتوه ألفين متر مربع جهزنا بفراشة وأعقدنا فيه بعض اللجان وسبنا المساحة المتبقية تتمكن الزملاء غدا اللي هما وبدأنا داتا برضو وبدعوا الزملاء لحضور الزملاء مش مش لازم تسلي الجمعة فيه بيتك وتيجي لا تعالى بدري وإحنا مجهزين مكان لصلاة الجمعة داخل مقر النقابة بحيثنا الزملاء يختصروا الوقت اللي أنت عرف حضرتك بسحة الزميل بيبدأ التسجيل عشرة صباحا اتناشر بيكون دخلنا في سالات الجمعة طيب حال عدم اكتمال النصاب القانوني اتناشر زهرا بيتم المد ساعة بساعة لحين اكتمال النصاب فورا اكتمال النصاب ببلوغ عدد الموقعين ألفين تلتمية كمسة وتلاتين بتدعى الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة أعمالها اللي هي بتعمل على من نقشة ميزانية تقرير النقابة اقرار العرض اقرار المجلس السابق ثم طرح المقترحات المقدمة من اللجنة اللجنة ومجلس النقابة واللجنة المشرفة برئاسة الأستاذ ذياء رشوان نقيب الصحفيين بتضم ستة من أعضاء المجلس الممتدة عضوياتهم وعشرة من شيوخ المهنة المقيدين في جدولي المشتغلين وجدول المعاشات وهم رموز من رموز المهنة بمختلف المحسسات اللجنة المشرفة عندما ناقشت فكرة أن مرشحين ياخدوا الكلمة أو الآخر ارتأت وفقا للسوابط أن لا يحق لهم التحدث ومن لديه أفكار أو موضوعات عايزة راحة بتعرض بدون أسماء للتساوي ما بين الزملاء دعني أستاذ جابر أتقدم خطوات مع الأستاذ أيمن أتمنى إن شاء الله نحن يكون اليوم في فعلا مزيد من التسايل التسايلات للناخبين أستاذ جابر بتساءل يعني يعني إنما إلى علمنا إنها يكون فيه بعض الناخبين طبعا من زوات الهمم وكبار المهنة يعني ده يوم بيلتقي فيه شيوخ المهنة مع شبابها فإزاي هيوفى هيتم توفير مسألة التسهيل للناخبين بالنسبة لزوء الهمم وكبار المهنة ويوم احتفائي من الأساذة بتلتقي فيه كافة الأجيال كل الزملاء بيوم احتفائي في وعرس في نقابة الصحفين حقيقي محبة ود وتنافس من أجل المصطحة العامة إحنا هنا عملنا عدة إجراءات للتيسير وإنجاح العملية إنعقاد الجامعية العومية واليوم يكون يوم جميل والتسويت وتسيل التسويت بداية تم إرسال رسالة اس ام اس على الموبايلات بكل زميل لجنتك ايه ورقم فين ورقمها ومكانها ده بداية يعني الزميل جاي من بيته إلى جانب اللي هيجي ويوقع هياخد فيه ناس هتيجي بعد من العقادة الجامعية فهيكون معهم على الرسالة وعلى الإيميلات الأساسة كبار السن وزاوي الهمم هيكون فيه موظفين مختصين بيساعدوهم وفيه كورس متحرك ولأن البعض ما يقدرش يطلع السلم فإحنا فيه مدخل من أسفل المبنى بكورس متحرك بيتم ومساعدتهم للوصول لجاني الاقتراع للتعبير عن أرامب وزي ما أنت حضرك شايف هنا هيتم في طبق الرابع بهذا التنظيم وهذا الشكل عملية الفرز للجميع هيكون فيه شاشة موجودة بالخارج اللي هيكون موجود هنا المرشحين أنفسهم مندوب المرشحين المصرح لهم واللي هم بعتوهم لنا ودنهم تصريح زي كده كل تصريح ركز يا أيمة ركز يا أحمد على الشاشة اللي برة أنه مش لازل كله يبقى جوه شاشة كله يتكتس شاشة العرض وقت الفرز اللي برة شلزاز تتابع وتبقى مهمة في المساعدة على تصريح يعني يعني أستاذ جابر طبعا هو من ضمن المميزات في اليوم هو عملية تسهيل التكنولوجيا أو تطوير التكنولوجيا داخل عملية الانتخابية إحنا بنمكف الآن في قاعة قاعة خاصة بمستشاريين والهيئة القضائية القاعة يعني خاصة بالفرز طبعا مسألة وجود الصحفيين بشكل مكسف داخل القاعة هي من المحزورات لأنه هو بالعرض بيكون بالخارج في شاشة كبيرة مجهزة هتعرض للسادة الصحفيين النتائج الخاصة بعملية الفرز محزورات هو عملية تنظيمية حاصل على تصريح الحضور داخل القاعة لمتابعة عملية الفرز 337 11 مرشة على مقعد النقيب 40 على عضوية المجلس يحضروا بأنفسهم مندوبين للنقباء 90 تقدموا بالحصول على تصريح 147 للأعضاء إضافة إلى مندوب الصحف إذن الجمعية العمومية حاضرة في الفرز ممثلة في 6 أعضاء المنتخبين المستمرة عضويتهم إلى جانب 10 من شيوخ المهنة ممثلة في المرشحين أنفسهم بشخصهم ممثلة في مندوب المرشحين ومندوب المرشحين وممثلة في الصحف ووسيع الإعلام اللي بتتابع دول اللي هيكونوا موجودين وزي ما حضرك شايف كل قاضي بيكون قاعدوا معاه وهيبقى في كرسي للمندوب وفي كل شيء واللجنة المشرفة بتكون قاعدة اللجنة العليا بتكون قاعدة بتتابع وموجودة والأطقم الإدارية اللي بتحصر وتعمل التابعة لهيئة السادة القضاء زي أول العملية الانتخابية كاملة من اقتراع وفرز وإعلان نتائج تغضع لإشراف قضاء كامل من السادة القضاء بهيئة النيابة النيابة كلمة كلمة أخيرة منه يا أحمد مشكر حضرتك لكل الجملاء تمام يا سيد جابر كلمة أخيرة منه كل الجملاء كلمة أخيرة لكل الزملاء والسادة الناخبين والمرشحين أيضا بقى أدعو بقول للزملاء بيتكم العريق في انتظاركم غدا لتعبروا عن إرادتكم فالحضور الكسيف ونسبة أدعو كل الزملاء كل التسهيلات متاحة للزملاء لا يوجد أي مبرر حتى لو كرنيهك ضاع منك تيجي هطلع على الكرنيه في نفس اليوم في فريق لكده لأن المشاركة الكسيفة تعني أن أكسرية الجميع العومية تعبر عن إرادتها فيأتي النقيب ومجلس النقابة معبرين عن الأغلبية وإن شاء الله مجلس موفق وجمعية عمومية موفقة وأن يستطيع المجلس والجمعية العومية اتخاذ الكرارات التي تلبي طموح الجمعية العومية وعدها أباعدهم أن غدا إن شاء الله ستكون هناك كرارات معبرة عن الجمعية العمومية ستعرض عليهم وإن شاء الله القرار للجمعية العومية شكرا لحضرتك السيدة السكرتير العام للنقابة الصحفيين يعني النهاردة دي كانت الرسالة من داخل النقابة على أمل إن شاء الله أن يجد جميع الصحفيين أملهم في الانتخابات وطموحاتهم إن شاء الله تتحقق من داخل المجلس الجديد يعني دي كانت رسالتنا النهاردة من داخل النقابة الصحفيين أستاذنا وعمنا أستاذ جابر ربنا يخليك يا حبيبي أبو حميد أبو أشكرك ومن التقارير المهم اللي احنا كنا منتظرينها النهاردة وزمنا العزيز أيمن عبد المديد بشكرك شكرا جزيلا أيمن على كل التوضيح اللي انت قمت به